اتعرفون من هذا الرجل المقدام انه سعادة السفير الشيخ محمد بن سعيد بن سالم المرهون يظهر فيها مع عز الرجال وانقاهم صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراها في مناسبات وطنية وعقود زمنية مختلفة من السبعينات والثمانينات والتسعينات رحمهم الله واسكنهم فسيح جناته وقد كان سعادة السفير الشيخ محمد بن سعيد بن سالم المرهون سفير صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراها في كل من اليمن والعراق وتونس وكان المندوب الدائم لسلطنة عمان بجامعة الدول العربية كما تم منحه ثلاثة أوسمة في تونس واليمن وسلطنة عمان حيث رقي إلى درجة سفير بمرسوم سلطاني رقم واحد وستون على سبعة وثمانون حيث جاء نص المرسوم نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الإطلاع على المرسوم السلطاني رقم ستة وعشرون على خمسة وسبعون بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته وعلى المرسوم السلطاني رقم أربعون على ستة وثمانون بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آتن المادة الأولى يرقى إلى درجة سفير كل من الوزراء المفوضين وجاء من ضمن الوزراء محمد بن سعيد بن سالم المرهون حيث جاء في المادة الثالثة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1 يوليو 1987 للميلاد صدر في التاسع والعشرين من محرم سنة 1408 للهجرة الموافق الثالث والعشرين من سبتمبر سنة 1987 للميلاد قابوس بن سعيد سلطان عمان نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم 368 الصادر في الواحد من اكتوبر لعام 1987 للميلاد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة